اشتركوا في القناة هو حسب موقع نيس ماتان المقرب لنادي نيس اكد ان يوسف عطال سوف يغيب عن الديربي ضد موناكو بسبب اصابة بفيروس كورونا وبالتالي ايضا غياب عن تربص المنتخب الوطني والغياب عن مقابلة زمبابوي اذا نتمنى والشفاء ان شاء الله العاجل ليوسف عطال ايضا خبر اخر واخيرا 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 يوسف بليلي يمضي في نادي القطر القطري بعد سيناريو هيتشكوكي بعد سيناريو هيتشكوكي ومد وجزر هل سوف يمضي في اوروبا هل يمضي في نوادي في الخليج هل 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 اخيرا وجد فريق كنا نتمنى يعني حقيقة ان نشوف يوسف بليلي في اوروبا لكن الاسف المهم ان نشوف يوسف بليلي يرجع للميادين ويرجع في المنافسة وترجع للياقة البدنية انتعوا هذا الشيء الاهم ونشوفوه ان شاء الله في المنتخب الوطني قايمة المنتخب الوطني قايمة منطقية جدا يعني منطقية متوازنة في كل الخطوط حراس المرمى دايما كالعادة اوكيتجا ومبولحي ودوخة يعني حراس المرمى يعني لا يوجد فيها اي اشكال ايضا خط الدفاع عودة يوسف عطال اللي ذكرت بلي نسبة كبيرة سوف يغيب بسبب فيروس كورونا حليمية ويصف عطال احتمال يعوضوا احتمال احتمال يعوضوا اما فرحات المبعد اما زفال مصاب ما نشعر فيه احتمال حليمية ما عندي مهدي طهرت رجوع قلب الاسد جمال بالعمري رامي بن السبعيني ومحمد فرس اذا دفاع نفس الشيء قائمة مضبوطة وسط الميدان في غولي قديورا هاريس بالقبلة مهدي عبيد بن ناصر ايضا زورغان عود وضع فيه الثقة اللاعب الشاب هذا خاصة اللي را يتقلق فيه نادي بوردو وفريد بولايح ايضا اللاعب اللي راه يقدم في مردود رائع مع نادي مات رياض محرز في الهجوم رياض محرز عودة ادم الناس اللي راه يراجع بقوة مع نادي كالياري الايطالي بعد موجود صعوبات في ايجاد نادي اللي يلعب فيه ويقدم مستويات ويعود يرجع للرياقة البدنية تاعه ايضا بغداد بولجاح واندي ديلور وياسيم ابراهيمي وساعد بالرحمة والوجه الجديد كريم العريبي كريم العريبي لاعب نادي نيم اللي خرج من بطولة جزائرية الى تونس الى النجم الساحلي ومن النجم الساحلي الى فرنسا يعني شيء جميل شيء رائع نتمنىولوا التوفيق هذا اللاعب وكل اللاعبين اللي يفكروا دايما في الاحتراف في اوروبا نتمنىولهم دايما التوفيق نتمنىول توفيق لكريم العريبي وكل لاعب المنتخب الوطني ملتقنا مع مجزم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته